اشتركوا في القناة في سمعتها عشان يجبرها ان هي تصرف نظر خالص عن موضوع الطلاق طب ليه بابا هعمل كده وإيه اللي الجوز هعمله عشان تطلب منه الطلاق تعالوا نسمع قصة من الأول ونشوف رانيا بعتها تقول لنا اين اسمي رانيا وعندي 23 سنة حكايتي بدأت من وقت ما بابا اتجوز على ماما وشافت بعد جوازه عليها أصعب أيام حياتها استحملت عشان خطرنا كان دايما بيدربها ويهنها ويجرح كرامتها وكان بيفضل مراته التانية عليها حاجات تانية كتير قوي وهي سكتة ومستحملة أبويا كان ظالم يا سالي مش بس الأمي لأ لي أنا واخواتي وكأنه بينتقم مننا من غير ما يكون لنا أي زنب وأصعب أشكال الظلم ده أنه كان سايب مراته التانية هي اللي تؤمر وتتحكم في حياتنا كانت بتحكي على كلام وحش لأبويا عشان غيرانا مني بحكم أني يعني جميلة وأحسن من بناتها وبهتم بلبسي كان موتها وسمها أني وثقة في نفسي مش بتأثر بكلامها لحد ما دخلت سنوية عامة وكنت نوية أنجح واجيب مجموعة وادخل كلية حلوة عشان خطر أفرح وأفرح والدتي وأعواضها عن اللي شافته بس مرات أبويا فضلت تسخنه علي وتقوله خليها تتجاوز وفكك من تعلمها بنتك لو تثابت كده الناس هتتكلم عليها وأسلم حل توديها بالجزع وتريح دماغك من مشاكلها فحين أن ليها بنات قدي وأكبر مني وتعلموا وكملوا تعلمهم عادي وللأسف أخويا كمان كان دايما بيتكلم عني كلام وحش طول الوقت بيرائبني كل شوية يضربني مع أنه ما كانش سوي أو محترم بدليل أنه جالي في يوم وقال لي أن عايز أكلم صاحبتك قلت له لا طبع ما ينفعش قال لي طبع أنا بقى هتطلعك من المدرسة أنت لازم تتجوزي إحنا مش معنا فلوس نعلمك وجي في يوم قال لي ماما أنا زهقت من مصارفها عشان كان بيشتغل ويدي ماما فلوس بدل ما يبقى حنين علي بعد كل اللي أبوي عملوا فينا كان بيتدايق عشان جزء من فلوسه بيتصرف علي لما وصلت لتالتة سنوية أخويا قطع الكتب بتاعتي وأنا في الترم الأول نفسيتي ساعتها تضمرت لما كتب مدرستي أتولع فيها قدامي ما عرفتش أعمل حاجة وأعتدي عليه أدي عليه وأقول حسبي الله ونعم الوكيل كنت بتمنى كل يوم إنه يموت وارتح منه فكرت أطفش بس رجعت في كلامي عشان خفت على أمي واخترع أخوي قصة لوالدي عشان يطلعني من المدرسة لحد ما الموضوع فضل يكبر في دماغ أبوي وبقى كل شوية هو ومراته يزنوا على دماغي عشان يجوزوني ولما تعبت منهم ومن حياتي قلت موافقة كان كل همي أبعد عنهم وامشي من وشهم بأي شكل اتقدم لي وقتها مهندس إلكترونيات عنده 31 سنة كان مطلق وعنده بنت وأنا كان عندي 17 سنة وثمان شهور قررت أوافق عليه سبت التعليم من ثلثة سنوي لإني كنت تعبنة جدا ووصلت المرحلة مش قادرة خلاص أتحمل أكتر من كده أكتر حاجة فرحتني وقتها إن جوزي أول ما شافني ما كانش راضي يسيبني كان معجب بيا جدا وقال لأبويا أنا هجهزها واجبلها كل حاجة وفعلا جهزني وجاب لي دبلة وخاتم وأنا كنت فرحانة قوي وقتها كنت مش مصدقة إن في حد ممكن يحبني ويبقى عايز يساعدني وسط الجحيم اللي أنا عايشة فيه من وانا صغير ما كنتش عارف يعني إيه جوز كان كل همي إنها بقى مبسوطة وبس طيب إحنا محتاجين نقف هنا شو إيه طبعا صعبة إن أي بنت تتجوز لمجرد إنها تهرب من بيت أهلها تتجوز شان تهرب من باباها وأخوها وفاكرة إنه ده ممكن يرياحها من كل اللي بيحصل تعالوا نكمل بعد الجواز بدأت أشوف الوش التاني اللي عمري بعملت حسابه مامته كانت ستة صعبة جدا وعملت معي مشاكل كتير وإخواته البنات كانوا بيغيروا مني عشان حلوة وصغيرة والمصيبة إن الجوزي كان إنسان ودني أسهل حاجة عنده يرمي ودنه لأمه وإخواته والنتيجة إنه بقى يشتمني ويدربني على أدفع الأسباب وبعدها فجأة ييجي ويبقى كويس معي وحاس إنه بيحبني تعبت ما بقيتش عارفة أرسع لبر اللي عارفة أحكم هو كويس ولا وحش طب هو أحنين ولا قلبه وحش أكره بسبب عميله وتصرفاته ولا حبه عشان شوية الحب والحنان اللي ساعات بيدهم لي وأنا بطبعي إنسانة رومانسية رغم كل اللي شفتوا في حياتي قررت أحاول أغيره بالمعاملة الحلوة وفضلت أقدم له الحب بس هو ما تغيرش أو بمعنى أصح يتغير بس للأسوأ بدأ يقعد عند موته كتير ويسبني فحكيت لأبوي اللي بيحصل واشتكت له وفضل يشتم فيه وقال لي عيشي واستحملي كملت وخلفت ولد وبنت رغم كل مشاكلي معجوزي ما أقدر شنكر أنه بيحب أولاده جدا بس فضلت معاملته معايا تتغير من سيء لأسوأ كان بيدربني بسلك الكهرباء وفي مرة كسر عظم مناخيري وعيني ورمت وأقسم بالله على أدفع الأسباب بقيت إنسانة تعيسة خسرت كل حاجة في حياتي عيشة مع إنسان مفتري فقد للحب والاحتواء وفي نفس الوقت مش قادرة أفكر في راجل تاني لأني بخاف من ربنا جدا مع أن رجالة كتير وشباب نفسهم يكلموني لكن دايما بقول مستحيل أعمل كده كلمتوا كتير وقلتوا له حرام عليك اللي أنت بتعمله فيا ده ليه ليه ما اتقربش مني وكل واحد فينا يساعد التاني بدل المعاملة دي لكن ما كانش بيستجيب لحد ما لقيته بعيد عني جدا مع الوقت اكتشفت إنه اتجوز علي عارفي مش قادرة أصرف لكم صدمتي كانت عاملة زي ساعتها اتشلت أربعة يام في رجلي جات لي أزمة قلبية كنت هموت لأنه ما استحملتش إن الموضوع يوصل لكده من أول راجل في حياتي ويارتها جات على كده وبس جوزي بقى دايما بيخلني يا سالي بيكلم علي ستات كتير طلبت الطلق أبويا رفض وضربني وقال لي لو عايزوا تطلقي سبيلوا العيال يربيهم هو قلتلوا لأ دول عيالي ما قدرش رستغنى عنهم قال لي يبقى ما فيش طلق شتامني شتاية موحشة قوي وفي الآخر قال لي انت بش هترتاحي اللي لما نجيبك بفضيحة من بيت جوزك من ساعة الكلمة دي وانا بكره أهلي مش عارفة أكل ولا أشرب إزاي أبويا يقول لي كده أنا تعبنة جدا عارفة يا نقيتي بعيشة مع جوزك لمجرد انك بتربي لولاده بس ملكيش أي إيمة نهائي ولو غضبت عند أهلي أبويا بيضربني ويصحيني الساعة اثنين بالليل أخسن المواعين أعمل شغل ببيت بيشتم فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو أوجوزي هم اللي اتنين مستحيلة سماحهم لما فكرت أشوف أي شغلة أتسند عليه قلت أشتغل في التسويق العقاري إنك ربنا يكرمني وفعلاً اشتغلت بس رجعت بعدها وخفت لأن التسويق العقاري محتاج إني أخرج وأمشي مع الناس في المعينة وفي الشقق وأنا خايفة خايفة أمشي مع الناس وجوز يشوفني وتحصل مشاكل وأبويا يفتكر إني بعمل حاجة غلط أنا نفسي أطلق وأبويا مش عايزي يساعدني مش عارفة أكمل في الشغل من ورا جوزي ولا أطفش ولا أطلق أنا مش مستحملة أعيش طول عمري عشان أربي أولاديه بس مش عارفة أعمل إيه مش عارفة أعمل إيه الرسالة وحشة قويسة ها خلصت بقى رسالة رانيا جت تهرب من نار باباها وأخوها ومرب باباها وكل اللي شافته لقيت نفسها في نار تانية بقى نار جوزها والكلبشة قعدت استحملت جابت ولد وبنت طبعا مش هينفع تتخلى عنهم ما حاجش بسيب عياله طب رانيا تعمل إيه بقى كل اللي حصل ده تعمل إيه تجوز عرفي بيعرف عليها ستات بتتشتم مش عارفها تشتغل بتتضرب بتتكسر لهم أنا خيرها قبل كده إيه بقى هتسيب له الأولاد وتمشي عشان إنه أعمل إيه بقى أبدأ حياتي من أول وجديد طب هينفع نكمل على كده طب هتروح فين هل باباها هيرضى أنها ترجع تعيش معها تاني؟ أسئلة كتير قوي في حكايتك يا رانيا استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن رانيا اللي باباها تجوز على مامتها وهي صغير قررت مامتها أنها تستحمل عشان تربي عيالها بابا رانيا كان بيسمع لمراته التانية اللي كانت دايماً بتزن عليه إنه هو يطلعها من التعليم ويجوزها عشان يخلص منها مع إن بناتها كملوا عادي أخه رانيا كان على طول بيدربها بيشتمها بيرقبها وفي مرة طلب منها إنها تساعده عشان يصاحب زملتها لما رانيا رفضت حرق كتابها وقال لها أنت ملكيش تعالين أنت لازم تتجوزي عشان مش معانا بقى نصرف عليكي في الآخر رانيا قررت إنها توافق على أول عريسة تقدم لها مهندس مطلق وعنده بنت وأكبر منها ب13 سنة أول ما شاف رانيا أعجب بيها وقال لها أنا هجيب لك كل حاجة طلعت رانيا من التعليم اتجوزته بس بعد الجواز بقى بيشتمها وبيضربها وأخيراً اكتشفت إنهم اتجوز عليها عارفي بيكلم ستات كتير اشتكت لباباها قال لها استحملي وضربها ولو عايزة تتطلقي ارميله بقى عياله قالت له مقدرش ضربها وشتمها وهددها في سمعتها مبقتش مرتاحة في بيت بابا ولا عارفة تكمل في جوازها ولا عارفة إن هي حتى تشتغل ومش عارفة تعمل إيه عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف ممكن نحلقه إزاي إزايك يا مولي أحلى ساري في الكلام وأحلى بردامك ربنا يخليك يا رب تسلم إيه رأيك في كل التشوهات اللي حصلة في القصة دي إنتي جبتي من الآخر هي تشوهات في المجتمع علاقة غير سوية ما بين الأب وعيلته يعني أبو رانيا وعلاقة غير سوية برانيا وإخوتها ومامتها فما بني على باطل فهو باطل مامتها ليه علاقتها غير سوية بيهم؟ لأ أنا أقول إن الأب أبو البطلة بتاعتنا أبو رانيا علاقة غير سوية برانيا بأولاده وبمراته اللي هي مامت رانيا أنا بقى عايز أعرف الست دي أنا هبدأ بتحليل شخصية الست دي اللي استحملت مامت رانيا أيوة مش رانيا اللي بدأت كل حاجة هي برضو يعني في تفاصيل نقصة عن مامتها يعني هي ذكرتها في الأول إنها هي استحملت وبابا تجوز عليها وحياتنا تدمرت ده معناه إيه؟ معناه خلاص إن الأسرة تفككت توقعات رانيا أو مامة رانيا أو إخوات رانيا إن مراته دي هتبقى كويسة يعني توقع سفر ليه؟ مرات الأب دائما لازم تبقى نموذج شرير؟ بسي بقى مرات الأب بتبقى يعني القاعدة العامة والثقافة الموروسة من الأفلام الأبيض والسود إن مرات الأب السحرة الشرير السحرة الشريرة إلا من راحي مربي ليه؟ ليه بقى أنا كنت بشوف إنه مثلا تفرق مرات الأب عن واحد قريدي مطلق أساسا يعني واحد راح يجوز هو أصلا مطلق وأصلا بيكمل حياة تانية فدي ممكن تبقى أحسن شوية من الإفتراضية الأولى إن واحدة دخلت خربت بيت واحد طبعا يعني أنا عجبتني قوي كلمة أحسن شوية أحسن شوية لأن أنت عارف أنه في الآخر ممكن يرجع ليها ويتبقى هي بقيت التانية أو ممكن إن هي تظهر في الصورة عشان هي عايزة وعملة تجري وراه فهتخلي حياة الجحيم أرقام بقى أو نمازج مرات الأب بتبقى حسب هو أرمل وعنده أولاد هو مطلق وعند أولاد دي تفرق كتير جدا عن مرات الأب اللي دخلت على بيت قائم بذاته وحياة ودخلت تخربها والأغلبية يقولك ما تخديش واحد مطلق عشان ممكن يرجع لمراته أو ممكن ما تستحمليش عياله لا أنا مش معال التجاهد بجاهد؟ في شخصين كانوا عايشين مع بعض وقرروا ينهو الحياة استحالة الحياة فمن حق كل واحد إن هو يجوز لو رجع لها عشان خاطر ولاده وعايزينه يرجع ماما دي حالات ندرة بس إت هابنز بتحصل بتحصل مش بعد الجواز أما ليه؟ يعني بتحصل إمتى؟ في مرحلة عمرية للولاد في ثقافة معينة مش كل الثقافات بيعرفوا يضغطوا لما يعرفوا إن الأب هيرتبط أو الأم الأب أو الأم على فكرة فيخلوهم يرجعوا في كلامهم ويفركشوا الخطوبة ويرجعوا البعض أو لو هو اتجاوز من بدري هما وصلوا للمحراط المراقبة ممكن يرجعوا باباهم للمحراط المراقبة؟ لا 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 ما بتحصل؟ بسي أي حياة زوجية أخذيها قعدة عامة كريد دراسات أي حياة زوجية بتستقر بعد أول سنة جوازة عدت أول سنة جوازة تبقى أصعب سنة جوازة على كل الناس وأول جوازة التانية رهيبة هذه دراسات مش اختراعي رهيبة ما علينا كلنا هذا الإنسان سواء مذكر أو مؤنس وعالطرفين لو عدت أول سنة بنجاح وعرفنا نوصل لنقطة التفاهم اللي جاي بيكون استقرار نروح عند رقم ثلاثة آه أنا سمعت رقم ثلاثة خليكي مع الأرقام الفردية رقم ثلاثة عدت نقعد بعدها السنتين حلوين قوي نيجي عند الخمسة؟ نيجي عند الخمسة شوية بتاع نيجي عند سبعة شوية حاجات تسعة؟ بعد كده بقى خلاص الدنيا تنحاسي لا أم وليه؟ تندجي ومتغيرات في الحياة يا جماعة في متغيرات في الحياة أول جوازة مهما كنا بنحب بعض إحنا جايين من ثقافتين من بيتين أنتو أخوات مش أنت وإخواتك بتتخنقوا أنا وأخوي ونفس الأب ونفس الأمة ونفس البيت تقدري تعيشي أنت وأخوك في قوضة واحدة بدون مقدمات لمدة ستة شهور؟ صعبة جدا إحنا تلاجة واحدة وعملين مشاكل عليها مولي مين كل؟ الشوكولاتة اللي أنا حطاها في التلاج دخناق دي لماذا بقى؟ أنا متغيلة وممكن بها بإهزار مرة وبجد مرة وحسب انت جاية من الشغل عاملة إزاي؟ هو جاي من الشغل عاملة إزاي؟ عنده استعداد للهزار ولا جاي ولي شرشتر؟ وفعلا في ناس حرام بتبقى وفي ناس فجأة بتلاقيه مثلا لما بيتقفل البيب بتكتشفي بقى وقو سي دي مثلا اللي هو الناس اللي عندها فرط النظام وانت حركتي فرشة السنان من هنا ليه؟ هو انت دست على السجدة وانت معادي فلا بيحصل فلا وانا كل يوم أروأ الدولاب وانا كل يوم أسخد الأكل اتفضل فطبعا هي كده دي دراسات معمولة وأول جوازة غير تاني جوازة غير تاليث جوازة تفتكر ان هي بقى لها كم سنة مثلا متجوز؟ انا معرفتش أحسب لان هي ما ذكرتش عمر الولاد ايوه بس انا بقول هي كانت 17 و 8 شهور وهي بتتجوز لما تجيب مثلا ولد وبنت ممكن يكون مثلا بقى لها خمس سنين فعلا متجوزة؟ الله أعلم ولكن في الآخر انا عايزة أعف هي سنة فردية؟ مش همبني قوي دلوقتي وانت عندك مشكلة أكبر ها؟ انا عندي مشكلة أكبر بكتير في ضرب القصر المناخير؟ انا عارت القصة دي وعندي مشكلة انا هاجي لا يعني من مرات القليلة انا هقول ايه؟ هل انا دوري النهاردة في هذا البرنامج اللي هتحسب عليه من الناس اللي حطوا ثقاتها فيي ومن ربنا أولا وأخيرا طبعا شبحان وطعا انا احلل القصة بس؟ ولا دي حال؟ اكيد لا اكيد لا طيب هو في حل؟ لا انا او مرة في حياتي تشوفي احنا وبعد بقى الناس سنين او مرة تقولي كده انا او مرة تبليلي انه لا ليه بدأت حواري كده؟ اولا لأن القصة مركبة جدا جدا احنا مش اول مرة نتعرض لقهر اسري القهر الاسري هو اساس المشكلة انا شايفة انه فيه قهر اسري وقهر مدي يعني انا فكرت قبل مجي الحلقة اكلم يعني مثلا امينة المرأة صديقة في حزب انا انتمي اليه اني اطلب منها المشورة او المجلس القومي للمرأة دلوقتي وانا حتى انا عايزة بقول الارقام في اخر الحلقة واقول لهم يعملوا ايه لانه بقى فيه اسم اس وبقى فيه ارقام نكلمها بس فكرت اقولي حاجة كان لازم تلجأي لشخص ما محامي شيخ ارشا يا محافظة ايه اول كبير بتاع البلد كبير بتاع البلد كبير بتاع البلد الكبير بتاع العيلة اكيد فين مامتك وانا ممكن اسألك حاجة فين خالك فين عمك فين جدك ممكن اسألك حاجة كانوا وقفوا لمامتها بس انا اسألك لحاجة هو لما البنت تتضرب في بيت بابا طبيعي ان هي تتضرب في بيت جزا حتى لو هو ما يعرفش ان انا اضربت او بتضرب ده هنتكلم فيه احنا بنحدل القصة ارجوكي عشان انا مدي اكتر حاجة غايزة لكن انا بس عايزة افكر معاكي بصوت عادي انا مطلوب بني الاقي حلول الحلول انا هقولها ولكن من احساسي بالانرجي اللي جاية لي من صاحبة القصة انها مش هتعمل حلول هي شخص وقع نفسيا مهزوم من الضهر والسند الاب والاخ الام لحولها لقطة الا بالله لما اتكلمت قبل كده في حلقات سابقة عن قوة قانون الجذب وقوة العقل اللواعي وانه باختصار شديد ان العقل الواعي هو المزارع بتاع الارض اللي بنزرحها احنا طول الوقت اللي بنركز عليه وبنزرعه وبنحصده هي اللي خافت منه كله في حياتها حصل زي ما بيقولها بالبلد دي كده نصيب الام بيتورس للبنت هل ده حقيقي؟ لا يا ده امثالنا وعاداتنا وتقاليدنا هو من هو الحقيقي جدا ان كل المخاوف حظي هيبقى احسن امامتي انا راتي هعرفلك ايه هو الحقيقي علميا كل الاشياء اللي احنا بنعاني منها في الطفولة معاملة الاب معاملة الام معاملة الاخ معاملة المدرسة معاملة مثلا حد في بيوت بيبقى عندهم شيخ بيجي البيت مرة في الاسبوع يعلمنا حاجات ده شخص بيؤثر جدا في حياة الاطفال جدا يعني ايه بيؤثر بيؤثر؟ يؤثر سواء لو هو راجل صالح وكان اسلوبه لطيف الاطفال دول هيتلعهم فقلاشة معهم نوعا لكن لو كان بيجي يقولهم كلام فيه تخويف وفيه ترهيب وفيه عقابه ويسخن الأهل ده ما حفظش ده ما عاتش هيتكره وحيد استغفال العظيم وهيتكره الدين وهيتكره كل حاجة زي الناس اللي بتصلي احسن هحرمك من مصر وحببهم يعني فيه كل إنسان سقاء يعني البنت دي عانت من أباديهيات مفهوم الأمان والسند والضهر والبيت واحدة ما عندهش بيت واحدة سايبوها التعليم وحرقولها كتوبها بس أنا ممكن أقولك حاجة برضو لأنه أنا مقتنع بحاجة أنه أنا دايما بنقول العهدة على الراوي في القصة أنا فيه حاجة مدايقاني جدا في القصة حاجتين أنه دايما بنتكلم عن الجمال الخارجي وأنا وغيرانين مني وإلي وإلي جي ثقافة وإن أنا كان ممكن أكلم رجالة بس أنا بخاف من ربنا أنت نطيتي في حل تابعا حاجتين وحشين أوي ثانية واحدة أيوة هي ضحية لكن أنت بتعملي كده ليه؟ لا بدتش حاجة أخدي بالك أرجوكي وكل المشاهدين ينتبهون اللي أنا أقوله ده هي بتاخد منين؟ من ماما هي بتاخد من الجمل اللي هما بيقولوها لها أن أنت جميلة وأنت حلوة؟ حلوة البطة جميلة البطة حبيبتي لا هي قالت جملتين دايقوكي ودايقوني بس أنا الفرق بيني وبين أي حد أنا لما بتلقي حاجة تعلمنا كده في شغلتنا أن إحنا يجابتهم منين؟ أنا صغيرة وحلوة هو تقالها أيوة فهي سبعتاشر سنة عارفة هي سبعتاشر سنة؟ هي بتشرب اللي معها وطبعا لسه ما نضغتها؟ يعني هي ما عنداش مصدر لأي معلومة غير في البيت أنت عشان حلوة هتجبلنا مشاكل إحنا هنبهدلك في شرفك أنت هنرجعك من بيت جوزك بفضيحة ليه بقى بيقولو كده؟ عشان يخوفوها عشان تستحمل ولا البنت الحلوة في مجتمعنا دايما بيعملوا فيها كده؟ لا يعمل رشها زي ما بيقولو خلوها تخاف خايف يا عشان انت هترفضيح؟ يعني تحسيها نقمة مش نعمة؟ هم عايزين يوصلوها لكده عشان يفضل عندهم طريقة يضغطوا بيها أن البنت دي ما ترجعش البيت هم ماشوها من البيت خلصنا وبتقولك لما روح أزورهم أبويا يصحيني الساعة 2 بالليل يضربني ويقولني نظفي البيت يعني بنتك يا راجل يا راجل جاية بيتك يوم ولا اتنين تصحيها من نوم وتعملها على انها شغلة هم طب فين مراتك يا راجل يا راجل لا هو بيسمع كلامها وأصلا وجوز بنته عشان خاطر يعني واحدة عندها بنات طيب الموضوع مفقق قوي يعني يا جماعة ملخص هذه القصة هذه البنت تعاني من عدم وجود أسرة عدم وجود أب عدم وجود أخ عدم وجود مكان يحميها عدم وجود مصدر فلوس مهددة بولادها إنها لو راحت لأبوها تيجي لوحدك تيجي لوحدك عشان إيه؟ عشان يقولها جاوزك تاني عشان ما يصرفوش عليها طبعا لا عليها ولا على عيالها طبعا فالبنت دي عندها رقم واحد صدمة في أباديئيات الإنسانية البيت أربع حطان طبعا طبعا بناء علي إن مافيش بيت مفيش فلوس طبعا بناء علي هي ما عنداش اختيار عشان كده بقولك طب أنا عايز كلك على النهاجة لإنها يتعيش في جحيم أبوها يتعيش في جحيم جوزها ده النموذج الليبي تقال علينا من اللي ممكن يحميها القانون هل إحنا عندنا قانون يطبق على الأب هل أحنا عندنا قانون قبل ما نخرج يأمل من الحتة دي بليز. يطبق على الزوج. هيطبق. أنا عايزة بس أسألك على حاجة. هنا في النص وانتي بتقولي ما عايش مصدر فلوس. لأنه دايما بيتقال الأغلبية. بيالك الست لما تمسك القرش. بتتغير. هل هي من النوع اللي من كتر ما تظلم. لو بقى معا قرش. أو الواحد من كتر ما بيتظلم فعلا. ممكن يفتري. أنا في الفترة الأخيرة. أنا حدي كي مثلا ياخد مننا ثواني. فترة الأخيرة. قلت بدور على هلبر. يعني مساعدة في البيت. حد يساعدنا في البيت. أه. أبحبش كلمة خادمة أو عم. لا أبدا. أنا بقول لي مساعدة. بتساعدنا في البيت. واحدة جاية تساعدنا. أي. أنا في الفترة دي سمعت قصص مصريات. اللي هم ارحموا عزيزة قوم نزل. شبه قصة النهاردة. وقصص قبل كده نقشناها. هانم بنت باشا. أكتر من واحدة. واحدة جوزها دحك عليها وخدت كل فلوسها. لا حول الله. وبقت والله. وأهلها مش موجودين. لا تملك شيء. فممكن تشتغل أي حاجة علشان خاطر. تصرف على عيالها وتعيش. تعيش فيه. صح. مصرية. وتقعد معاكي تساعدك وما تسيبكيش. بس تلاقي بيت. أنا ما قدرش. طب. من قطر المساعدة ما قدرش. نقو فيه اللي بترجع له عشان يشرب مخدرات. وابتتفعل وتمع المخدرات. حد تاني تعرض علي تلات أربع نمازك قصتهم أسوأ من بتاعت النهاردة. بس النهاردة احنا منتكلم. الفرق من بتاعت النهاردة. من رانيا ودول اللي تعرضوا علي إن دول أصلا أغنية متعلمين. احنا النهاردة بنتكلم عن مهندس إلكترونيات. ده واحد متعلم وأكيد أهل والناس بتفهم إيه اللي إحنا فيه ده. وبعين ليه واحد متعلم يخد واحدة. يمشي وراء أمه وأخواته. دي حاجة نوع. لأ الرجالة ساعات بتبقى ودنية. ساعات من تحت لتحت تعرف مامته معها مفاتيحه. وأخته معها مفاتيحه. معها مفاتيحه فبتحف تتكلمه. لأ أنا بقول إزاي هو متعلم خد واحدة مش متعلمة. ده برضو من الأول. ما أنا عايزة أفهم فيه إيه. لو هي كانت متعلمة كتعرفت تتصرف أكتر. ولو هي من بيت. لابنتي هي خايفة تنزل. هي جلقة شغل وخايفة تنزل تشتغل. لأنها مهددة بشرفها طول الوقت. ليه التسويل العقاري محتاج أن أنا قابل شباب ورجاله وعين الشق. طبعا لأتي أنا عرضة بيتي للبيع. ده تسويل أصلا هي مش سيلز هي مش مبيعات. أمزل أنا الماركتنج أنا على ال... بتهيق لي نوع الأغلبية ترو دي انترنت. أنا مش ببيع يعني أنا بسوها للحاجة وخلاص إنه ماشي بس أنا ليه أخده يا عين الشق. ما هو لازم يكون فيه طرف هياخد الناس يبص على الموقع. السيلز بتهيلي أول ما بيعادي شغل فيه. ولازم هي تحضر الاتفاق عشان تضمن العمولة بتاعتها. آه دي ماشي. فيا كده كده لازم فيه شغلانة وانتي قادة على البيع. تفتكري بقى حد بالعقلية دي أو أخوها أو أبوها. لو شفوها بتشتغل هيعمل وإن؟. أنا عايزة أسمع كده رد الفعل اللي هيحصل. بسي فيه احتمالات كتير قوي. أبوها وأخوها كل اللي يهموه إن ما حادش يطلب منهم فلوس. ها أنا مش قادرة أصرف عليكي. مش خلاص. ده مال بالعكس. طب هنسيبك تشتغلي بس هتدينا جزء. ده متوقع جدا. زي ما قالها. ويسيبولها العيال. لو هي نويت نويت أنها تخلع وضيبق قرارها. ما هو لازم ما يتقررها. أه لازم خطوة نمرة واحدة. حلاص. الأول تتكلم مع أبوها أو أخوها أو الاثنين. في حضور مامتها أو حد من العيلة بتاعتها. أي حد إن شاء الله جار إن شاء الله أي حد. من فضلكو أنا عايزة أشتغل. وأنا مش هطلب من حد جنيه. ساعدوني إن أنا أقنع جوزي إن أنا أشتغل. لو نجحت في الخطوة دي يبقى تعني شط كبير قوي. لو ما نجحتش. حنروح بقى نقنع الطرف الآخر. لو ما نجحتش. لو ما نجحتش إنها ما هي ما هي برضو خليني أنا أقولي. أنا عارفة أنت مش عايزة تقوليها بس أنا هاختم معاكي بسؤال واحد بس. قولي لي أه أو لا. فدأ. أنا هسأله عيم شوية. هل أحياناً بيبقى الطلاق هو الحل؟ هي حالتها الطلاق في الوقت الحالي. أنا مش هتكلم عن حالة معينة. هل أحياناً بيبقى الطلاق هو الحل؟ والطلاق بيكون أحياناً هو الحل الوحيد حين تستحيل العشرة. نورتين يا مولي. ده نور قلبك. وطبعاً قبل بس ثانية واحدة هي لازم تتصل بي. لأنه أكيد حسألها حاجات. شكراً. ممكن أسعيدها في حاجات. ممكن أخش طرف يخناعهم بالشغل. مش تخسروا حاجة سواء كان جوزها أو كده. والخطوة دي لو هي أخدتها ونجحنا فيها بعدها نقولها الطلاق. وأنا عارفاك يا مرحب واجع القلب بس يجي من ورا سواب. نوطيني. بسي أمل. بسي دفتر أمل. ربنا خديك. استنونا بعد الفاصل. لسا هنتكلم معاكي شوية صغيرين. بعد ما عملنا فوق المتين حلقة. على مدار أكتر من ثلاث سنين. هنا في قصة حقيقية. أغلبهم عالم مشاكل الزوجية. طبعا في محافظات كتير. أنا شفت حاجة مهمة قوي. سواء بقى في مشكلة رانيا. بطريق الصحقيقية النهاردة. أو المشاكل اللي شبهها. عند الستات بتعاني. مع جوازها. مش قادرين يطلبوا الطلاق. الملحوظة دي باختصار. إنه ما فيش مرة. شفت فيها ست تعيسة في حياتها. ونفسها تتطلق من جوزها. سواء بقى كان خاين. مدمن. بخيل. بيضربها. اللي لو أهلها مش قادرين يطلقوها. ويرجعوها لي بالعافي. فكل القصص دي لقيت كده. الأهل كانوا سبب رئيسي. في المشكلة من الأول. هم اللي ورطوها في الجوازة دي. دايما بلاحز إنه في النوعية دي من المشاكل. إن الأهل هم اللي بيجبروا بنتهم. على الزوج اللي هي مش عايزها أصلاً من الأول. هم اللي بيخلوها. طيب عايزة تهرب منهم بأي شكل. توافق على أول عريس بييجي. من كتر الضغوط والمشاكل. اللي هي بتشوفها معاهم حرام. هي بقى فاكرة إن الجواز بقى ده خلاص. هيحل كل مشاكلين. لحد ما تكتشف إن هي هربت من مشكلة كبيرة. لمشكلة أكبر منها. نفس الأهل اللي ورطوها في الجوازة دي. خلوها تختار غلط من البداية. هم اللي بيتعاملوا معاها بعد الجواز بمنطق قاوع. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ما عندناش حد بيرجع يا حبيبتي. عائلتنا ما فيهاش طلاء. الله. ما فيش قدامي غير إنك تستحملي. بستحملي وإنتي سكتة. قضي اللي بقيه من عمرك كله في السجن. اللي إحنا اضطرناكي. ورميناكي فيه بقدينا إن إنتي تروحيله كده. وإنتي ما كانش لي كزن بحبيبتي. وده بقى اللي بيحصل فيه كوارس ملاش آخر. بنشوف بقى حوادث غريبة بقى. زوجة بتقتل جوزها صدنا ريحته. وواحدة تنتحر تقتل نفسها. اللي بتهرب. أو اللي بتخون. أو اللي بتبقى في سكة مش كويسة. أضعف حاجة. بيجي لعقد نفسية وأمراض وبتروح لعيالها. الأمراض دي. ويطلعوا نمازج مشوهة في مجتمع زي ده. بيطلعوا مش أسوياء. حرم عليكم. إحنا اللي بندمر المجتمع ده بأيدينا. وبنتلع شخصيات مريضة. معقدة. عشان بنعمل كده في عيالنا. نفضل طول الوقت في دايرة كده. عملة تكبر وتوسع. تكبر وتبتأثر على المجتمع كله. رانيا. أهلك كل زيهم. مش بس أزوك يا حبيبتي. ولا هم ما بيقزوا بناتهم. لأ. عمين بتأزو الأجيال اللي جاية. بتحطوا فيهم أزمات ومشاكل من جيل لجيل. بيجي بقى. ولاد الناس الكويسين. اللي بيحسبوا. على المشاريب زي ما بيقولوا. بنلاقي شخصيات معقدة. نضطر نتعامل معاها في المدرسة أو في الجامعة أو في الشغل. ونروح إحنا اللي نتعالج. لأن المريض النفسي عمر ما بروح يتعالج. مقساة كبيرة جدا. جهل. ظلم. افترة. طيب إحنا بقى عايزين الدايرة دي توقف يا راني. لازم كل واحدة بتعاني من الظلم. منها ما تسكتش. ما تسمحيش باللي حصل ده ما ينفعش. ما متكسكت زمان صاح. ما كانش ليها موقف. من أي حاجة كان بتحصل هو تجوز عليها. وانتي جوزك تجوز عليك. ما تكملي وتسكتي. اتضربت وتهنت. ما انتي كمال اتضربتي وتهنتي. عارفة يعني إيه تكسرلك مناخيرك. ده بيضرب ضرب مبرح. انه هو يعمل كده أصلا مش مقبولة. ده كله بيطلع على عيالك الصغيرين يا حبيبتي. رانيا. زي ما دايما بنقول في كل حلقة العهدة على الراوي. يعني اللي حكالنا. احنا اللي بناخد كلامه ثقة وجد. وكلها قصص بتيجي منكم. ربنا شاهد. فاحنا ما سمعناش لا من جوزك ولا من أهلك ولا من أهله. لو كل حرف قلتي صح. يبقى لازم تعملي وقفة. انتي ما عملتيش وقفات كتير قوي. في وقفات كتير قوي كان لازم. مالس. خصوصا انه دلوقتي في بلدنا وضع الستة المصرية اختلف كتير عن زمان. عندنا المجلس القومي للمرأة زي ما دكتور أمل قالتلك. في محكمة الأسرة. في قوانين قوية تحميلك حقك. وعايز أقولك انه القوانين بقت في صالحنا إحنا. ده الرجال هي اللي بقت شتكي. في عندنا كمان مبادرة لمش حمل. من الأظهر الشريف. عشان يحلوا مشاكل الستات اللي زيك. والمجلس القومي للمرأة زي ما قلتلك. وانا عادة مع أمل. عايز أقول على خط الساخن. بيستقبلوا مشاكل كل بنت وستة فوق 18 سنة. الرقم ده هو 15-11-5. بيستقبلوا الشكاوى. والمشاكل بيقدموا لك المشورة القانونية والاجتماعية. كل يوم من 9 الصبح لتسعة بالليل. فيه كمان عندهم رقم واتساب. 0-100-752-5600. عشان لو كمان حبة تبعت لهم ممكن SMS عندهم. عايز أقولك إنه كمان مبادرة لم الشمل. 19-906. 19-906. كلميهم بقى في أيام العمل الرسمية. تبعت لهم SMS على 10-20. يا رب بيحلولك مشكلتك. وأكتر حاجة مطمناني إنك قلت إنه رغم كل عيوبه دي. هو بيحب أولاده. مش يعرف يعمل لهم حاجة. يمكن لو جات جهات قوية تتكلم معاه تتدخل. يحسسوه. مش عتي بتقولي سعاد بيبقى كويس معاكي. يمكن يمسكوا ودنه أكتر من أهله. يمكن يمسكوا ودنه بالصح أكتر من إخواته. اللي بيقلبوا عليكي. بسمعتي معايا نصائح دكتور أمل. عمرنا ما هنرضى بخرب بيت. بس إحنا بنقولك. خدي وقفة. ملهيش. وما فيهش حل تاني. ولو كان ده الخير. استخيري. وامشي فيه. هاستنى منك رسالة جديدة. تقوليلي. عملتي فيها إيه؟ هاستنى من كل اللي تفرجوا علينا. يقولوا إننا عايز أتكلم بقى عن القهر. والظلم والافترة. اللي بتتعرض له ستات كتير قوي. لسه كنا شايفين حتى على النات كان فيه قصة. وواحدة طالع على عايز وبتقول وكسرولها سنانها وعملولها. ما تسكتوش. اطلعوا تكلموا في كل حتة. وحاولوا على قد ما تقدروا. قوى حد يسكت على الظلم. خلاص ده كان زمان. ستات زمان غير ستات دلوقتي. بمعنى. إن احنا تعلمنا. نعرف نجيب حقنا. ومش نرضى بالإهانة. ومش حاجة اسمها أنا قاعدة عشان خطر عيالي. ليه؟ أنا عايزة عيش. وأنا قادرة عيش. باي باي.